منذ أيه؟ ابتسام نحن لحد هذه اللحظة ما عنيش تفاصيل بالضبط رسمية نقول رسمية لأنه عنها تفاصيل وصلتنا كيف بقية الناس يعني بما فيها هالكاميونة متاع الكاترينج اللي ضرب الطيارة وما فيماش قطع غيار في ريزيرف مرة أخرى هذية مجرد معطيات يقع تداولها بدون أي مصادر رسمية إلى حد الآن ننتظر مزلنا ننتظر في عدد من المعطيات التقنية وغيرها لتفسر أن وجوز طيارات الضخمة الأساسية بالصدفة مع أنت معاش قادر على أنها تطير مقابل هذية عنها الإعفائات والإعفائات مش نجمو نقرأوا منها نقرأوا منها ربما الأطراف اللي ممكن فما شك في أنهم قصروا عمدا إذا كان مش يقع معناها فتح بحث قضائي أو تقصير إداري معناها وبالتالي فتح بحث إداري اللي هما بالأساس المؤسسة اللي قلنا عليها بفما إمكانية تكون عربة تبعتها وكميونة تبعتها ضرب الطيارة اللي هي الكاترينج فما الجانب التقني الفني معناها المعني بالإصلاح الطائرات طائرات علش ما فيما يش ريزيرف في البيس ديتا شيء معايا هل هيدا هل هيدا يعني ذلك يعني أنه أنت المسؤول على الجانب الفني وإصلاح الأعطاب الفنية ما يقرأش حسابه بش يكون عنده ريزيرف هل هي مسؤوليات شخصية أم فما مشكل في التوجه والرؤية العامة وطريقة عمل المؤسسة والهنين جي الأهم أعفاء أنا بالنسبة لي هو أعفاء المكلف العام بإدارة الخطوط التونسية يعني عنا شخص شادت مؤقتا التونسير بعد أعفاء رئيس المؤسسة شلي اسمه خالد شلي هاك نذكر رئيس المؤسسة بيديجي واللي هو يبدو متعارض البحث قضائي حسما فهمت واللي فما حديث اللي معنتها مش فقط بحث قضائي لأنه كان متعاون مع رئيس النقابة اللي فيه بحث قضائي أسبق منه بل يبدو هو عنده ملف أيضا في حلاقة بالربما بالدستيناسيون بتاع كندا فما بعض التفاصيل ربما منجموش نحاكثوا عليها تقوى حتى نشوفه شفما لكن انت عندك الشخص المكلف في عوضه بشكل مؤقت تم أعفق يعني انت هو مؤقت معندوش يعني شنوه بك يبدأ حد شادد مؤسسة بالحجمة ذاية ويبدأ مجرد مكلف معندوش صلاحيات بيديجي وسلطة بيديجي خطر حتى المنظورين متاعوا يغزرونه شخص يعني يمر مؤقتا بالمؤسسة وبالتالي غير قادر على أنه يؤمر وينهي وتستيرع فأنه هو أعفقه بدون هذا الصمت لهنه بدون معنا تعينات يعني هالتوجه هالمقاربة هذية اللي نلقاها عند التوجه العام للدولة وللسلطة الحالية أنه الأعفقات أكبر بكثير من التعينات والتعينات تتأخر دائما وبالتالي تقعد اللي عنها ما فاميش حتى حد يسير في التونيسير في الوقت الرهن كيفاش تخليه مؤسسة كي منها كاية بالحجمة ذاية وخاصة بالأعطاب والمشاكل اللي فيها بدون حد يسيرها كان حد مكلف بشكل مؤقت اللي وره الدليل اللي صار يوره اللي مع أنت أحد الأدلة اللي يسير بشكل مؤقت ما ينجمش يحقق حتى نجاعة نقولي خليه بدون حتى تسير تماما يعني فما حتم يعني هدية معناها على مستوى الحوكمة والجوفيرنانس حاجة كي منها كاية الحقيقة غير سليمة ومرة أخرى توجه العامة على السلطة اللي والهدم أو الضرب شو بشو قول يعني تقريبا تفكيك ما هو قائم تفكيك من الوضع القائم بدون خلق وضعية بديلة براتيكما أو خلول بديلة وهذا يطرح الملف العامة على التونيسير والمؤسسات العمومية الكبيرة اللي هي الرئيس يقول وأنا معاه في هذا يلزم عنا نقلة وطنية لأنه عنا زوز حاجات يلزم الدولة تقعد ملاهية بهم ورعيتهم اللي هي مسألة سياح قطاع أساسي في الخدمات إلى أن يأتي ما يخالف ذلك ويدخلنا في برشة عملة صعبة ونحتاجه برشة عملة صعبة ثم التواصري في الخارج اللي نحتاجه أنهم معنتها يجيوا بشكل معنتها نحافظوا على الموضوع ذلك علاقتهم بتونس مهمة لأنهم هما زدوا مصدر عملة صعبة دونك مهمة نكون عنا نقلة وطنية لكن شنية مشروعنا من أجل إصلاحها إصلاح قطاع الطيران عموما البعض مازال يطرح في الأوبن سكاي لكن واضح الرئيس ضد المسألة الأجواء المفتوحة وهنا كيف يمكن إنقاذ النقل الوطني بإصلاح شفنا في البلاغ أيضا طرق الكحليوي البرنامج اللي تم ترحه فيما يتعلق بالمستوى الهيكل شنو وجه تحديدا هذيك حكينا الجزء المتعلق بالأعفاء وزير النقل أزدى التعليمات وبتقديم برنامج عملي في القريب العاجل يتضمن أولا إعداد خطة إنقاذ للشركة كحل عاجل بالتوازي مع إعداد مخطة إعداد الهيكلة كحل على المداء المتوسط ويتضمن إجراءات عملية قابلة للتطبيق إضافة إلى اعتماد منويل حوكما جديد ونتيكون تحكي منذ قليل على الحوكما يتميشى وحاجية للشركة ومحيطها والتسريع في تنقيح النصوص التشريعية والترتيبية المعتمدة حاليا لتحسين تنفسية للشركة فضلا عن ترشيد الموارد البشرية بالشركة مع حصن توظيفها ضمانا لجدوى المطلوبة وتحقيق انتظام الرحلات كهدف أساسي وتحسين جودة الخدمات شفت ابتسام لي تقول فيه هدايا قاعد يتقال إنشاء هذي مع خطوط عامة قاعد يتقال عندها سنوات موش جديدة الحوكمة ومجلس إدارة بطريقة كذلك وفصل الاستقلالية استقلالية المالية والإدارية وفصل المؤسعة للوزارة النقل هذا الكل قاعد يتقال عنده سنوات والموديل متاع البنوك العمومية كوم موديل التونيسير مش يتطبق عليها هدا قاعد يتقال عنده سنوات اخي توا مش نعملوا معناتها الواحد موصيين نورمال ما تعمل الدراسات وتعمل تقييم وتعمل كذلك توا وقيت متاع فيه ظرف أسبوع يلزم تحط لي بلان معناها متاع ديرجانس متاع توا متاع طوارق طوارق كريمان رو يزم اعلان الطوارق في تونيسير توا طوارق متاع الأمور تشد بلاستها وحتى شي ما يلزم يسمح بأي تأخير من اي نوع كان وتعينات في اقرب وقت توا حالا حد يشد بوضوح وشنو اخي البلاد ده حقر يا رسول الله مش مالخاوش يكون معناتها يشد المؤسسة بالحجبة دي ترجمة نانسي قنقر